نحن في الجامعة حرة التعليم أيضا تفاجأنا بقرار وزارة التربية الوطنية تغيير شروط الولوج للمهن التربية والتكوين المراحضة الأولى هي خارق هذه المذكرة للقانون المنظم للوظيفة العمومية أي النظام أساسي للوظيفة العمومية وعلى مستوى القانوني هناك أيضا عدم الاحتكام إلى النظام الأساسي لما تسميه الوظارة بنظام خاص بأطر الأكاديميات وبالتالي القانونين معا يحددان الشرط 40 سنة و45 سنة كحد أقصى وبالتالي اعتماد 30 سنة أول سؤال يطرح على الأساس العلمي لماذا تم اختيار 30 سنة ولم يتم اختيار أقل من 30 سنة أو أقصر من 30 سنة علما أن الحكومة السابقة قد حددته في 50 سنة كل هذا يحيل إلى نقاش أساسي بمنظمة التربوية بمعنى أن القضية التربية والتكوين ليست قضية وزارة أو حكومة هي قضية مجتمعية بل هي القضية الأولى بعد الوحدة التربية أي قضية وطنية بامتياز وبالتالي أي تعديل نحن مع الإصلاح وضرورة الإصلاح أصبحت ضرورة ملحة التعديل يجب أن ينبني على مقاربة تشاركية تراعي الحاجات الأساسية للمنظومة وأيضا تراعي المطالب الملحة التي يعرفها المجتمع المغربي وبالتالي اختيار إجازة دون غيرها هو يحد طبعا من أهمية باقي الإجازات بلا سيما في المواد التي نعتبرها تخصوصات أدبية بمعنى المصاري الوحيد الذي تتوجه إليه هي في نسبة ما يخص توظيف هو قطاع التربية والتكوين كل هذه اختيارات كبرى يجب أن يعلن عليها وأن تكون هناك نقاش هادئ قبل تصرع بقرار قد يؤثر على أولا السير العادي من نسبة لاختيارات الطالبة والجامعات ثانيا يؤثر أيضا على التعبئة المجتمعية التي يجب أن توصف بهذه المرحلة يعني مرحلة التغيير من أجل إنجاح كل المشاريع المرتبطة لا بقنو الإطار ولا بناموذج تنموي ولكن كل المشاريع مرتبطة بالإصلاح وبالتالي كان لزاما على الوزارة أولا أن تفتح التشاور مع النقبة التعليمية مع جميع الأباء مع الفاعل الأساسيين في هذه الشروط وأن تمهد لذلك وأن تبين الأساس العلمي له حتى لا يعطى الانطباع الأول بأنه قرار جاء من أجل منعي في آدينة الأخرى الآن في المحصلة هناك احتجاجات نعتبرها مشروعة اعتبار أن هناك من اجتاز السنة الماضية وهو 30 سنة هذه السنة 31 سنة سيحرم ولكن بشكل نهائي وهذا يشكل حيف بالنسبة لهذه الكفاءات إن كانت ترغبه في وروج مهنة التربية والتكوين وبالتالي السؤال الذي سيطرحه وسيطرح دائما ما هو الأساس العلمي للاختيار ولماذا هناك قرار في هذه اللحظات التي تحتاج المزيد من التعبئة الإصلاح نعم له شروطه وأنه أيضا له أدواته يجب أن ترعى من أهم شروطه كما قلت الإشراك والتشارك وهي أدوات أساسية للحكمة الجيدة بالنسبة للشروط الانتقائية كلها شروط أتت من أجل يعني تقليص عدد المرشحين لإجهدتها للمباراة باعتبار أن الفتح على وجه العموم ربما يشكل إكراها معينة لأن في جميع الحالات العدد لا يتغير عندما يخصصون عدد 15 ألف سواء 15 ألف بميزة أو بدون ميزة 15 ألف من حاصلين على الشواهي المعطين أو غيرها لأن في آخر المطاف العدد لا يتغير أولا إذا كان هناك إصلاح يجب أن لا يكون إصلاح ميزانيتي بمعنى آخر أن لا يرتبط بالعدد إذا كانت منظمة تحتاج إلى 30 ألف يجب الإعلان على 30 ألف إذا كان هناك إرادة حقيقية لأجل جعل التعليم قضية أولى يجب أن تعبأ له كل الإمكانيات المادية ثانيا عامل الاختيار يجب أن يكون محطة الشهور وأيضا بمقاييس علمية على اعتبار أن الذي سيحدده هذا المعيار من ذلك هو معطيات علمية مدروسة بشكل جيد وليست اختصاص جهة دون الأخرى ويفتح فيه التشهور ويعلن للعموم على اعتبار أن هذا القرار يجب أن يكون محطة إجماع لكل الفاعلين لا نبحث على التوافق ولكن نبحث على الأفيض للمنظمة التربوية وليس الخطاب من أجل تسيس الميرف وليس الخطاب من أجل الرفض لكن نقول بأن هناك معطايات نعتبرها أساسية أول المعطى القانوني الذي تم خرقه ثاني المعطى العلمي الذي لم نعلم له أي أساس لماذا اعتمد هذا السن دون ذلك ولماذا اقتصر على تحديد هذا السن في سن 30 سنة وليس أقل وليس أكثر كل هذه الأسئلة تجدها مشروعة وموضوعية بعيدا عن أن أي خطاب سياسي عن أي خطاب يهدف إلى وصفه بأنه يعرق الإصلاح أو غيره نحن نتحدث أمام مؤسسة ليفترض فيها أن توضحها وتعلل كل قراراتها باعتبار أن قرارات ستحرم العديد من أصحاب الحقوق لإجتياز مباراة باعتبارها أنها كانت مفتوحة في وجهي العموم أي تغيير يجب أن يكون معللاً مدروساً وأيضاً تشاركياً قبل أن يخرج للوجود بالنسبة لنا في جماعة حوار التعليم ننتظر لقاء يوم غد اللقاء الذي سيجمعنا مع وزير التربية الوطنية أكيد ستكون هذه النقطة حاضرة بالإضافة إلى شروط الولوج وأيضاً كل متغيرات مرتبطة به لأن من الأجدر أن يتم إشراك الفاعلين كما قلت الأساسيين وأيضاً إبداء رأينا في كل معطيات اعتباراً أننا نعيش ما تعيشه المنظومة التعليمية نعيش ما يعيشه النساء ورجال التعليم بالأخصام وبالتالي الحاجات الأساسية يجب أن تنبطيق من المدرسة من القسم الدراسي والمشاكل التي تعتاريها ليس فقط شروط الولوج هناك مجموعة من الآليات التي يجب أن تشغل عليها الوزارة وليس مرتبطة بالشرط الصين لأن الجاذبية لن تتحقق فقط بالميزة وبالصين لأن الجامع الآن يحتاج لا الممارسة الآن ولا الذين يعني السيد جون دائماً هناك يحتاج لأن هناك وضعية نعتبرها غير مرضية في الوضعية المادية والمعنى والنساء ورجال التعليم إذن الذي سيجذب فعلاً الأطور هي تحسين الوضعية وتقوية تكويل الأساس وأيضاً أفاق الوعدة التي يجب أن تتمتع بها مهنة التربية وتكوين وليس فقط تخفيض الشروط أو تحسين أو رفع الصقف للانتقاء من خلال الميزات الجامعية أو تخصيص الإجازة في التربية دون أخرى الذي سيجذب الأطور المهتمة وأيضاً التي تحصل على معدلات عالية هي جودة المهنة وأيضاً القيمة الاعتبارية التي يجب أن تطلعها داخل المجتمع وأيضاً الوضعية المادية والمعنوية لهيئة التدريس وقوة ومتانة التكوين التي تحصل عليه الذي بفضله سيمكنها من الطلع بكل المهام المرتبطة بالتدريس وأيضاً المهن المرتبطة بالتربية والتكوين هو الملف الذي سيطرح غداً هو الملف المطلبي للأسرات التعليمية ونعتبر بل الأساسي الذي يفرض على المتعاقد هو جزء من الملف المطلبي للأسرات التعليمية باعتبار أننا نقبل تجزئ ملفات للأسرات التعليمية نعتبر أنه التدريس هيئة واحدة وأن أي تقصيم فيما بينهم هو يضر بالمنظومة التربوية أكيد أن مطلب الإدماج للأساسي الذي يفرض على المتعاقد سيكون مطروحاً غداً أكيد أن الملفات المطلبية للأسرات التعليمية مطروحة أيضاً أكيد أن شروط الولوج لمهنة التدريس أيضاً ستطرح بقوة غداً على الاعتبار أنه لا يمكن أن نتحدث عن وضعية أساسي ذا أو الهيئة التدريس والهيئة الإدارة دون معرفة ما صارهم والسرورات المهنية التي تبدأ بالتوظيف وبالتالي من حقنا كنقابة تعليمية أن نناقش شروط الولوج إلى الوظيفة التي نمثلها وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر